سعودية أجازت للمرأة القيادة في السيارة وكان قبل ذلك ممنوع أصلاً قرار المنع هو غير صحيح ليس شرعياً لأن المرأة قديماً كانت تركب الخيل وتركب الإبل وتركب الدواب وتسافر وتخرج وكثير وبعض الصحابيات هاجرنا من مكة المكرمة إلى المدينة لكن شاخان الفاضل أنا أعلم ذلك لكن احنا أيضاً أمام معضلة قديمة نسبنا من الفقه الحديث الأوما يسمى الوهابية هي خارج نطاق لكن أنا بدي بس فرق بين المجتمعين في الفقه القديم وما قبله من الأحاديث التي انتسبت للرسول ليس كلها بشهادة علامة الحديث صحيحة أو بعضها يصح جداً عند عموم الأمة لكنه يناقض هذه الحقوق التي أقرها الرسول بنفسه للنساء أو أقرها القرآن مثل ثم بعد ذلك ابتنى الفقه بناءات لا علاقة لها ليس بالعرف أو هما أدخلوا العرف إلى الدين فجعلوه ديناً وإجماعاً هذه المشكلة الحقيقة أن مجتمعنا الحالي إذا هو بيمنع استقلالية المرأة أو المعيشة الوحدها أو التصرفات الحرة المنفردة ده بيبنى على الدين فمثلاً طبعاً أنا مش أقولك الأحديث الضعيفة اللي موجودة في كتب غير البخارية مسلم عن نعلق الصوت إلى أهل بيتك ولا تعلموا النساء ولا تكاتبوهن يعني متعلموش الكتابة أصلاً كل ده أحديث ضعيفة موضوع مش ضعيفة موضوع موضوع ندخل بقى الحديث القوية مثلاً الحديث ليش السيدة عائشة لم تكن تقرأ وتكتب ماشي أنا أقولك أنه حديث ضعيفة لكن الحديث القوية بقى طيب خلينا بالقوى تناقض بعض ما جاء في ذلك عن النبي أنا أبدأقول شيء كتير مهم نحنا نأخذ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون